طب انت مادام انت السبب ويمكن عملت بلاوي في الست دي ليه ما بيجيش تطبطب عليها انت عارف الانفجار ده الانفجار بتاع البوستات وحسب يا الله ونعم الوكيل وقلت الاصل والندالة من كتر ما هي محدش بيسمعها يعني محدش بيسمعها ايه هي مجروحها من ايه حد يطبطب عليها الاهل بيجلدوها مش احنا قلنا لك دلقة مش احنا قلنا لك معرفش ايه مش انت اللي رحت تراميتي بوتجوزتي جوزة مش شبهك جلد من كل النواحي فبتلاقي في الاخر هي مأهورة من جوه بس يعني فيه قهر داخلي ولا ايه اول حاجة احنا كاهل انت متحيصة دل رجال عموما لا لا خالص انا بقولك على حالات انا بشوفها كل يوم في البرامر على الحالات دي اول حاجة احنا كاهل نحتوي بنتنا احنا كاهل نحتوي اختنا احنا كاهل ندعمها او ندعم ابننا او بنتنا ايا كان الموقف ندعمهم في الشكل الصحيح ما نجيش عليهم ما نكسرهمش بس في نفس الوقت ما نحردهمش على الخراب يعني قبلها خدي بالك هنا احيانا الشاب او الراجل او البنت بيقعوا في مشكلة ان دايما بيعيشوا مستمتعين سنة واثنين وثلاثة ما بيحكوش او بيحكوا مقتطفات بسيطة لكن الزعلتين ثلاثة اربعة خمسة بيروحوا يحكوهم بيزوم ان عالي جدا بتكبير وتهوير رايب جدا فمين اللي بيشحن الاهل دول احنا طبعا لما نيجي نتصالح الاهل قفلوا فبقى ما ييجي يحصل زعل تاني مستحيل ترجعي مستحيل ترجع وانت ازاي فناخد بالنان احنا 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 اللي بنزرع الصورة السلبية للطرف الاخر عند الاخرين وممكن الموضوع يكون اقل وينفع نحتويه طب ما نفعشوا مش قادرين نحتويه ووصل لحاجات مش نفع نختم بشكل كويس لسبب اقول لك حاجة مهمة لو في حد مش ردعوا الاطفال او عدم وجود الاطفال انا هقول للاي حد بيختار لحد منفصل شوفوا كان بيتعامل ازاي مع الطرف التاني الراجل اللي ماشي يسيق ده والست اللي ماشي هتسيق للطرف التاني ده انتبه شوفوا بيكلم ازاي عن زوجته الاولانية او عن زوجها الاولاني شوفوا كان بيتعامل ازاي ما هو منطق البساطة انت هتبقى الطرف التاني ده فلو انت طول الوقت متحامل على الآخر وبتسيق للآخر وبتأذي الآخر وكذا وما حاولتش انك تصلح أو تحافظ على العلاقة أو تختم بين النهايات بأخلاق ومحترمة وتراعي ربنا ان انت عملت كل اللي عليك سواء واحد أو واحدة عملت كل اللي عليك انك عشان تصلح بس ما نفعش مش عب أبدا على فكرة ان احنا نتجوز أو نرتبط ونخطب أو كذا وما نرتاحش مع بعض ده لا عيف فيه ولا عيف فيها ممكن انا اكون ممتاز جدا بس مش مرتاح مع الطبيعة دي ممكن تكون هي ممتازة جدا مش مرتاح مع الطبيعة دي فيه 4 مليار هنا راجل واربعة مليار ست مش شرط ان الاربعة مليار يتوافقوا من الاربعة اربعة مليار التانين ولكن المحتاج حد واحد يتوافق معي ويتقبل طبيعتي وأتقبل طبيعته وأتقبل طبيعتها بعيوبها ومميزاتها الاثنين زي بعض وبعيوبها قبل المميزات لانا فيش حد كامل